السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقررة تقنية رقمية 2-1 معكم الأستاذة أضواء المضحي سنتعلم بإذن الله في درسنا اليوم الذكاء الاصطناعي باستخدام البرمجة تعلمنا في هذه الوحدة دور الذكاء الاصطناعي والبيانات في التحول الرقمي للمجتمعات المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي أهمية تعلم الآلة في الذكاء الاصطناعي تحديد أنواع تعلم الآلة طريقة عمل تعلم الآلة تحديد التطبيقات المختلفة لتعلم الآلة سنتعلم كيفية إنشاء نموذج تعلم الآلة وكيفية برمجة نموذج تعلم الآلة في سكراتش سنستخدم أدوات منصة تعلم الآلة لأطفال Machine Learning for Kids وبرنامج سكراتش إنشاء نموذج تعلم الآلة إذن تعرفنا على تعلم الآلة من خلال تدريب جهاز الحاسب على أداء مهام معقدة وذلك باستخدام منصة تعلم الأطفال Machine Learning for Kids يتم في هذه المنصة تدريب الحاسب على التعرف على مجموعة من الصور أو النصوص أو الأرقام أو الأصوات يتم العمل على هذه المنصة من خلال متصفة الإنترنت مباشرة لا يحتاج إلى تثبيت مراحل مشروع تعلم الآلة كما ذكرنا سابقاً أولاً ترين أو تدريب النموذج يقصد به جمع أمثلة الأشياء أو الصور المراد الحاسب التعرف عليها ثانياً اختبار النموذج استخدام أمثلة لتدريب الحاسب عليها ثالثاً إنشاء سكراتش أو لعبة سكراتش أيضاً كما ذكرنا سابقاً أنه في هذا الدرس بإمكانك الدخول على منصة تعلم الأطفال عبر الرابط مباشرة Machine Learning for Kids أو بتصوير البر كود سيدرب الحاسب يتعرف على ثلاثة أنواع من وسائل النقل السيارات والطائرات والصفن ستعطي الحاسب صورة المركبة ويصنف الحاسب المركبة أيضاً برنامج D10s.net يمكنك العثور في هذا الموقع على مجموعة مختلفة من صور المركبات الواجهة الرئيسية لموقع D10s.net ذكرنا سابقاً طريقة إنشاء المشروع أولاً نقوم بفتح الموقع الإلكتروني www.machine learning for kids والضغط على get started والضغط على try it now أو جرب الآن بعد ذلك الضغط على add a new project وكتابة اسم المشروع transportation ثم نختار نوع البيانات image والضغط على create الآن المشروع جاهز إذن أيضاً ذكرنا سابقاً هذه الواجهة الرئيسية لمنصة تعلم الآل للأطفال نقوم بالضغط على get started للبدء وبعد ذلك نقوم باختيار try it now بعد ذلك add a new project نقوم بكتابة project name أو اسم المشروع transportation أو المواصلات والضغط على التصنيف نوع image أو صور بعد ذلك create لحذف المشروع بالضغط على هذه الأيقونة الظاهرة أمامكم إذن نقوم بفتح الكتاب الإلكتروني بعد ذلك نقوم بنسخ عنوان الموقع أو الضغط مباشرة على الرابط الآن نقوم بتغيير اللغة language نقوم باختيار اللغة الإنجليزية بعد ذلك الضغط على get started الآن بإمكانك تسجيل أو إنشاء حساب الموقع أو تسجيل الدخول مباشرة أو try it now التجربة فقط التجربة الآن بعد ذلك add a new project نقوم بكتابة اسم المشروع project name transportation أو المواصلات البرنامج لا يدعم التسميات باللغة العربية فقط باللغة الإنجليزية بعد ذلك نقوم باختيار التصنيف الصور create الآن المشروع جاهز مشروع المواصلات والتصنيف الصور لتدريب النموذج يجب عليك أولاً إضافة الصور واستخدام التسميات لتنظيم الصور التسمية هي عبارة عن مجموعة الصور يستخدمها الحاسب لتدريب نموذج الآلة عفواً تدريب الحاسب على الصور تدريب النموذج نقوم بالضغط على train بعد ذلك add a new label نقوم بإضافة تسمية cars أو سيارات بعد ذلك add الآن لدينا التسمية الأولى cars بنفس الطريقة نقوم بإضافة تسميات الأخرى planes أو السفن أو الطائرات عفواً وشيبس السفن بإمكانك حذف النموذج بالضغط على الإيقونة الظاهرة أمامكم الآن نضغط train add a new label نقوم بكتاب التسمية cars add نقوم بإضافة تسميات الأخرى بنفس الطريقة add a new label planes add ونضيف التسمية الثالثة add a new label chips أو السفن بعد ذلك الضغط على add الآن لدينا ثلاث تسميات بعد ذلك نقوم بإضافة الصور ذكرنا سابقاً أنه بإمكانك إضافة الصور من موقع detainsnet.com نختار الصور من فئة السيارات بعد ذلك نضغط الزر الفارة الأيمن واختيارك بإمكانك حفظ الصورة لاستخدامها لاحقاً في برنامج scratch بعد ذلك نضيف صور الصورة أو رابط الصورة التي قمنا بنسخها ونقوم بلسقها في أيقونة www.add example بعد ذلك الضغط على add الآن تم إضافة الصورة يظهر لك هنا عدد الصور التي أضفتها يدعم البرنامج فقط الصور اللي بصيغة png أو gpg الآن لدينا مجموعة كل نموذج يحتوي على خمس صور أقل عدد من الصور يدعم البرنامج خمسة لإزالة الصورة ممكن تضغط على علامة الـ X إذن لإضافة الصور نذهب إلى موقع detainsnet.com نقوم باختيار صور من نوع سيارات لإضافتها في الموقع نضغط بزر الفار الأيمن واختيار copy image link ننتقل إلى موقع machine learning for kids والضغط على عيقونة www نقوم بلسق الرابط بالذلك add وبنفس الطريقة نقوم بإضافة بقية الصور الآن لتدريب النموذج نقوم بالضغط على learn and test بعد ذلك الضغط على train new machine learning model الآن سيتم حفظ المشروع مباشرة كما ذكرنا نضغط على learn and test ونقوم بالضغط على عيقونة train new machine learning model الآن يتم حفظ المشروع مباشرة إذن النموذج الآن مدرب وجاهز للاختبار يمكن إعطاءه مجموعة من الصور وعليه تصنيفها يعرض الموقع رسالة توضح فئة السيارة ونسبة الثقة في تخمينها كيف يمكن تدريب النموذج الخاص بك بشكل صحيح لاختبار النموذج نقوم بتحديد صورة من موقع detainsnet صورة غير الصور التي أضفناها في النموذج بعد ذلك نقوم بلسقها ويظهر لنا كما تشاهدون التصنيف هنا ظاهر نوع التصنيف في السيارات ونسبة الثقة أو الconfidence 100% لحذف النموذج نضغط على الأيقونة delete this model إذن الآن نذهب إلى موقع detainsnet نقوم باختيار صورة سيارة غير الصورة التي أضفناها لاختبار النموذج بالضغط على الزر الفارة الأيمن ونسخ العنوان ولسقها في test with www الآن يظهر لنا نوع التسمية ونسبة الثقة هنا ظهر cars والconfidence 100% نقوم بالتجربة على نوع آخر من التسميات مثل الطائرات نقوم باختيار صورة طائرة والضغط على الزر الأيمن نقوم بنسخ عنوان الصورة ولسقها هنا والضغط على test with www منتاز يظهر لنا التصنيف هنا طائرة ونسبة الثقة 99% سنقوم بالتجربة على التسمية الأخيرة السفن نقوم باختيار صورة سفينة من موقع نقوم بالضغط على الزر الفارة الأيمن واختيار نسخ عنوان الصورة ولسقها في test with www يظهر لنا التصنيف أنها car ونسبة الثقة 39% لزيادة نسبة الثقة لا بد من إضافة عدد أكثر من صور السفن نقوم بتجربة سفينة أخرى ولسقها والضغط على test with www تظهر لنا الآن التصنيف أنها طائرة ونسبة الثقة 69% نقوم بتجربة صورة سفينة أخرى نقوم بنسخ عنوان الصورة ولسقها في test with www ممتاز الآن تصنيف شيبس أو سفن ونسبة الثقة 100% إذن سننتقل إلى إنشاء مشروع سكراج تعرفنا على تعلم الآلة من خلال تدريب جهاز الحاسب الخاص بك على أداء مهام معقدة وذلك باستخدام منصة تعلم الآن لأطفال Machine Learning for Kids أجب عما يأتي يتم تدريب جهاز الحاسب لتعرف على ماذا ممتاز يتم تدريب الحاسب لتعرف على الصور والأرقام والنصوص والأصوات مراحل مشروع تعلم الآلة ذكرنا في السابق أنه يوجد ثلاث مراحل لمشروع تعلم الآلة ممتاز تدريب النموذج واختبار النموذج وإنشاء لعبة سكراج إذن سنتعلم الآن إنشاء مشروع سكراج أو لعبة سكراج كما ذكرنا أنه يتم إنشاء نموذج تعلم الآلة بثلاث خطوات أولا تدريب النموذج نقصد به جمع الأمثلة واختبار النموذج استخدام هذه الأمثلة أخيرا إنشاء لعبة سكراج مراحل إنشاء مشروع سكراج أولا سنقوم بإنشاء برنامج سكراج يستخدم نموذج تعلم الآلة الخاص بك سنستخدم السيارات والطائرات في مشروع المواصلات التي تم إنشاؤه سابقا ثلاثة سنقوم بتحميد الصور كمظاهر للكائل بعد ذلك سنقوم بكتابة الأوامر البرمجية أو إنشاء المقطع البرمجي باستخدام برنامج سكراج سيكون البرنامج قادرا على تصنيف صور السيارات والطائرات لشكل مجموعتين في البداية سنراجع مع ما تعلمناه سابقا عن برنامج سكراج هو بيئة برمجية سهلة تسهل إنشاء اللعب والألعاب والقصص التفاعلية تتألف مشاريع سكراج من كائنات كما ترون هنا القطة يمكن توجيه هذه الكائنات توجيه الأوامر الكائنات بتجميع لبنات رسومية أو مقاطع رسومية تؤدي عملا معينا إذن هذه الشاشة الرئيسية لبرنامج سكراج يحتوي على منطقة العمل وهنا لائحة الكائنات وهنا منطقة التحكم ومنطقة اللبنات تصنف اللبنات على حسب مجال الذي تنتمي إليه فلدينا عدة مجالات كالحركة الموشن والتحكم والمظاهر والمتغيرات والعمليات وغيرها من اللبنات كل لبنا لها شكل مختلف حسب آلية عملها مثل بدء المقاطع البرمجية أو العلم الأخضر عند الضغط يبدأ البرنامج بالعمل أيضا لبنات الاختيار الشرطية لبنة if then else أيضا لبنات تكرار repeat يتم تكرار الأوامر التي تحتها بعدد المرات أو بعدد المكتوب أمام repeat لإنشاء مشروع سكراج نقوم بالضغط على make من نفس منصة تعلم الآلة أطفال وبعد ذلك سكراج وبعد ذلك open scratch 3 هذه الشاشة الرئيسية لبرنامج سكراج إذن كما ذكرنا لإنشاء مشروع سكراج سنقوم بفتح مشروع transportation المواصلات والضغط على make ثم اختيار scratch 3 والضغط على open scratch 3 ستفتح نافذة windows وسنجد لبنات جديدة أيضا نضغط على make بعد ذلك scratch كما تشاهدون لدينا ثلاثة برنامج لإنشاء مشروع تعلم الآلة scratch وpython والapp infinitor سنستخدم في درسنا هذا scratch 3 ستظهر لدينا مجموعة من اللبنات الخاصة بمشروع تعلم الآلة لدينا فئات جديدة مثل image water transportation خاصة بمشروع تعلم الآلة كما ذكرنا أنه سيضيف مشروع تعلم الآلة فئة لبنات جديدة إلى scratch لدينا فئتين فئة الصور image وفئة المواصلات transportation فئة الصور تشيلها أمثلة حيث يتم إضافة الصور إلى ثلاثة أماكن مظهر الكائن والخلفية وصورة لغطة الشاشة طبعا لا يمكن استخدام هذه الفئات كلبنات تستخدم مع فئة لبنات المواصلات المقصود بذلك أنه في برنامج scratch لا يوجد لبنة image وترانسبورتيشن فقط تم إضافتها بسبب مشروع المواصلات أو بسبب منصة تعلم الأطفال لما تم ربطه في برنامج scratch ستستخدم لبنة custom image صورة مظهر أيضا من الفئة لبنات الجديدة في scratch فئة المواصلات أو transportation هو نفس اسم المشروع الذي تم إنشاؤه في منصة تعلم الأطفال تشير إلى التعرف على الصور حيث تستخدم لبنات هذه الفئة مع لبنات فئة الصور من اللبنات الجديدة في transportation أولا recognize image المقصود بها التعرف على الصور وrecognize image confidence مستوى الثقة أو مدى الثقة يظهر على شكل رقم من صفر إلى مية واللبنات التسمية لدينا ثلاث لبنات التسمية السيارات والطائرات والسفر لكل مشروع يتم إضافة لبنة أو تسمية خاصة به في هذا المشروع سنستخدم فقط لبنة التعرف على الصور أيضا نستخدم لبنة التسمية لمقارنة أو كمعيار للصور حيث يتم مقارنة الصورة الجديدة بصور السيارات في نموذج تعلم الآلة التي تم تصنيفها كلبنات الآن أجب عما يأتي عند إنشاء مشروع الآلة تم إضافة فئتين جديدين إلى واجهة سكراتش ما هما؟ ممتاز فئة الصور أو image وفئة المواصلات ثانيا اسم الفئة الجديدة المواصلات التي تم إضافتها هي نفس اسم المشروع الذي تم إنشاؤه في منصة تعليم الأطفال صح أم خطأ؟ نعم الإجابة صحيحة إذن تعلمنا في درسنا اليوم إنشاء مشروع سكراتش وفئات اللبنات الجديدة فئة الصور وفئة المواصلات تقويم ختامي كيف يمكن إضافة الصور السيارات والطائرات في برنامج سكراتش كمظهر للكائن سنتعلمه بإذن الله في درسنا القادم شكرا لكم على حسن المتابعة شكرا لكم على المشروع